اشتركوا في القناة رائع جميل حلو يعني متوفر في السوق الاسبوعي بمقطعنا تبع كل فجر خميز للسوق الاسبوعي نزلنا لكم وكان موجود فيه فبسم الله ومنبدأ في البركات لهذا السلاح فراح نبدأ في تعديل البركات فيعني بالنسبة للبركات انا راح احطها واجربها وتشوفوا التجربة بعينكم عجبتكم تصطفوا عليها ما عجبتكم تقدروا نعطيكم اكثر من خير فبالبرك الاول يعني زم احنا شايفين الهو دمج فيه عندنا ريلوود درباليتي كريكتر ريتنج فراح نعدله لفرصة اول شي والريلوود سبيد راح نحطها ماجازين سايز وعندنا الفيزيكل راح نختارها اللي هي انيرجي وعندنا الكريكتر ريتنج طبعا هون انا محتاج الكريكتر ريتنج لكن لو بدي اجيو احطه هون ما فيه ضرر لو حطيت ضرر هون وفرته حالي بفكات لكن ما فيه فهون بحط اللي هي الكريكتر دمج عندي وعندنا البرك الاخير اليك عدة خيارات اما دمج اما امباكت اما درباليتي فهذا الخيار للك وانت حر فيه فانا راح اختار اللي هو دمج فهيكا عندنا البركات حاليا جاهزة فحاليا خلينا نرفع بركات هذا الاربي جي يعني خلينا كلاتها نوازيها باللون الازرق ونشوف الارقام كيف راح تصير معانا فراح نرفع ونمكس الفرصة ونشوف الفرصة صارت عنا 38 بالمية وانا عنا ازرق طبعا البركات ان شاء الله وكفت تمام حلو اوكي فايكا طبعا بيكون مكسنا البركات جميحا طبعا خلينا نشوف الارقام يعني بالنسبة للارقام زي ما احنا شايفين اللي هو تسعة وخمسين الف ستمية يعني ستين الف الدمج طبعا فرصة 38 بالمية مية وخمس وثمانين بالمية اللي هو الكريت دمج اا عنا اللي هو الدربلتي تبعته اللي هو تلاتين اا عدد طلقات المجازين سايز صار عنا 16 فاحنا ما نفوت منشوف كم راح يكون معانا مع التشكيق الهيرو العاملين ها كم طلقة راح تصير معانا بالنسبة للناس اذا انت حابب تعمله دمج صافي بتقدر تعمله دمج صافي فيعني بتقدر انت كل بيركاته اللي هو تعملها دمج صافي فاحنا بننجربه على فرصة وضرر ودمج فوالألمنت يعني الافضل يكون انيرجي عشان جميع انواع الالألمنت اللي انت بيواجهك من الزومبي يكون شغال عليه مية في المية ويعني ما تكون فيزيكال او نيتش انت خيارك حري يعني اذا انت حابب تعمل بس الافضل انك يكون انيرجي عشان تستخدموا كل الأوقات فحاليا خلينا نروح ننتقل على تشكيلة الهيرو اللي راح نلعب فيها فزي ما تشايفين حاليا أمامنا هاي هي تشكيلة الهيرو اللي راح نلعب فيها طبعا الكونستركتر راح نلعب فيه الدومليشن اللي هو بيمتاز بلانشر دامج خمسين في المية فرقم كثير حلو وممتاز جدا معانا لدامج اللانشر الخمسين في المية التيم بيرك اللي هو معروف يعني اللي بيقول لك دامج ستة فاصل نص بالمية للهيلثهم فل بيجيهم فكويسة يعني نوعا ما يعني ممتازة للاربي جي كتجربة نفوت فيها فزي ما احنا شايفين كمان اللي هو عنا أشياء ثانية اللي هو الساببورت تيم طبعا الساببورت تيم حاليا أمامنا اللي هو الكونستركتر القرصان اللي هو بحكي لك دامج كانون بول دامج 20% طبعا ليش راح تشتشغل معانا لأنه الاربي جي نفسه بضرب قنابل صغيرة فالبيرك هذا أو التيم أو الساببورت تيم هذا راح يشتغل معانا على الاربي جي مية في المية والكونستركتر اللي بعده بيقول لك بيعطيك اللي هو وابن لست انه 40% داربورتي يعني زيادة انه ما بيخليك تخسر من الاربي جي 40% يوز تو فجدا ممتاز يعني ورائع معانا وهونا كل عملية ريلوود سبيد راح يعطينا 13.5% لمدة ثلاث ثواني كل عملية ريلوود ريلوود راح يجينا والبنت لسكلتون راح تعطينا لهو 15% لمدة خمس ثواني وابن داميج اللي هو على كل عملية ريلوودنج طبعا هنو مش محدد لنا نوعية السلاح او اي اشي فرح تشتغل معانا على الاربي جي فكثير ممتازة والمهاجم الاخير راح يعطينا اللي هو مجازين سايت 30% فهيكا تشكيلتنا جاهزة كاملة ار بي جي بير كات جاهزة هيرو جاهز كامل فهسا كل علينا نفوت مهمة ونجرب هذا الار بي جي امامكم طبعا حاليا زي ما احنا شايفين حبايبنا دخلنا المهمة طبعا ار بي جي 82 اللي فتت عليه قبل عامل المقطع عملت عليه تجارب وعملت شوف كيف مبدع عملية اللي هو الار بي جي فخلينا نصنع ار بي جي يعني نصنع عنا اللي هو حبتين مية وستة من هذا الار بي جي شانت هيكا فللت عنا فخلينا نشوف اشي نرميه عشان نقدر نصنع اللي هو ار بي جي ثاني نرميها دول خلينا نرجع على الار بي جي نصنع كمان حب مية وستة اوكيك صنعنا مية وستة فخلينا نركب المية وستة هون نزلت المية وستة خلينا نركب 82 هون عشان نورجيكم مبدأ عملية او الار بي جي كيف بيشتغل للناس اللي لسه مش قادرين يشتروا او حابين نشوفوا تجربته قبل لا يشتروا طبعا الار بي جي مبدأ عملية عمله فخلينا نطلق فيه فانت بتقدر كبسي كبسي تضرب طبعا شايفين كيف او طلقته المدفع خلينا نشوف المسافة تبعتها يعني بوصل مسافة بعيدة اتوقع اختفت الطلقة معانا وينها مالله ما بينات خلينا نضرب طلقة لفوق نشوف هل بترجع معانا ولا بتختفي نشوف راح ترجع ولا لأ فاتوقع انه يعني ظلت رايحة وما رجعت يعني فيعني نبين انه مسافات بعيدة وكمان اللي بيمتاز في هذا الار بي جي بتقدر انه طلقة او بتظلك ضغط على مثلا الارتو او بتظلك الكليك اليمين على الماوس يظلوا يطلق معانا فزي ما تشايفين جدا رائع طبعا عشر طلقات حاليا موجود في هذا الار بي جي لانه مش معدل على بير كاتو طبعا بيضلك ضغط زي هيك نسفنا البير طبعا لسه هذا 82 يا جماعة الخير وشغال على اللي هو باور مية فاشتغلت معانا المقبرة حاليا وهذا لسه باور 82 80 فيعني بقول لك يعني مبين انه قوي فخلينا نشوف على اللي هو مستوى خلينا نشوف هون طلعت المقبرة طبعا الريلود سبيت زي ما تشايفين قوي خلينا نشوف هون يا سلام على المقبرة شغال مية بالمية عليهم شوف أبو عيون جلت يا جماعة الخير جلت الار بي جي يعني رائع جدا يعني زي ما بيحكوها ونخلصنا المقبرة طبعا 82 ومش معدل بير كاتو للأمان كويس فيعني لو حطيته فرصة وضرر يعني انا شايف فرصة وضرر كويس جدا تجيك أرقام حلوة وممتازة فخلينا نشوف ندور على مجموعات ثانية نشوف نجرب عليها الار بي جي وزي ما قلت لكم كمان انت اليك الحرية اذا انت حابب تعمل دميج صافي بتقدر تعمله دميج صافي ما في اي مشكلة فيعني يعني حرية او شغلة البركات هاي اشي بيرجع للك يعني مو تتقيد ببركات مثلا انا عملته فرصة وضرر مع دميج انت تعمل زي لكن اذا انت شفته وعجبت تقدر تعمل فخلينا نشوف هون على أبو عيون كم راح يأطينا اوكي يعني ممتازة يعني مش النوعات للضربة تابعته لكن على التجمعات بشتغل معنا كويس اوكي 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 تطورها للأمانة والله بتستحق تطورها لانه انت بتقدر تتحكم فيها طلقة طلقة واكثر من طلقة وطلقاتها يعني قوية هذا الحلو فيه انه اكثر من طلقة عن 16 طلقة وكويسة وكمان مع التركيبة اللي هو اللي حطيتها انا للار بي جاي مع الهيرو يعني كويسة جدا وممتازة للأمانة فانت بتقدر تتحكم فيها باشياء ثانية ممكن انت تجيب او سبورتيب افضل واحسن فهذا الخيار برجع لينا فهيك بكون امور التشكيلة واضحة للجميع فاتمنى انها تكون استمتعتوا واستفدتوا منها طبعا فهيك بكون يعني ما ظل اشي للتجربة للار بي جاي فيعطيكم الف الف عافية ومشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله وتجارب جديدة لأسلحة جديدة اللي ظلت معانا من اسلحة ومن هيرو فهيك بكون صلة نهاية المقطع يعطيكم الف 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 عافية ومنشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة